القطاع الصناعي في العراق بعد عام 2013 أزمات كثيرة أدت إلى تراجعه وانهياره بسبب عدم الدعم الحكومي لهذا القطاع في وقت تشير معطيات الواقع إلى أن الأسواق المحلية تتعيش على وقع السهلاك بدل الانتاج حتى بدت ثقافة سائدة في انهيار الصناعة المحلية مؤسسات اقتصادية ترى أن تدهور القطاع الصناعي في العراق لا يمكن إصلاحه إلا إذا تم القضاء أولاً على الفساد السياسي مع تشكيل نظام كفاءات بعيداً عن المحاصصات والتخصيمات فضلاً عن ضرورة استقلال القرار السياسي عن التجاذبات الإقليمية والدولية سؤال إدارة لقطاع الصناعة فاقم الأوضاع المعيشية وجعل الفقر صفة ملازمة للكثير من المواطنين العراقيين حيث ارتفعت نسب البطالة والفقر في جميع المحافظات إلى مسويات قياسية ولسيما مع بروز ظاهرة الغراق التي توثل واحدة من التحديات التي واجهت الاقتصاد إذ شهدت السوق العراقية انفتاحاً كبيراً أمام السلع المسوردة من مختلف دول العالم وكان لهذه الظاهرة أثر كبير على اقتصاد العراق وتراجع القطاع الصناعي خبراء الاقتصاد أكدوا أن القطاع الصناعي لا يمكنه المساهمة بالتصدير ما لم يجرى لإصلاح الزراعي والاقتصادي بشكل أساس مع توفير الدعم له ووضع حد لسياسة الأغراق التي تديرها الأحزاب والميليشيات مع معالجة أوضاع الطاقة والوضع الأمني هو إذن إهمال وتهميش واضح للقطاع الصناعي سهمت به أحزاب وميليشيات إلى حد أصبح هذا القطاع غير قادر على منافسة المنتوجات الأجنبية المسوردة مضطر العديد من المصانع التي كانت تنتج نحو 70 إلى 80% من حاجة العراق إلى إغلاق أبوابها يضاف لذلك ما قامت به الميليشيات من تدمير وتفيك المصانع الكبيرة وتهريبها إلى إيران وكلها أسباب أدت إلى وأد القطاع الصناعي كحال غيره من القطاعات الأخرى